ارتياح كبير لمسناه لدى أولياء التلاميذ إذا أوفرت الكتب المدرسية بمختلف مستوياتها في السوق عكس ما كان عليه الحال السنة الفارطة التي شهدت نقصا كلف الأباء عناء البحث وتعاب الوقوف وذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وزير التجارة خلال افتتاح معرض المستلزمات المدرسية الرامية إلى إدراك النقائص السابقة وضمان دخول مدرسي ناجح 88 مليون دولار فيما يخص الأدوات المدرسية والكتب المدرسي 155 مليون دولار واش الأسعار هيشوية مدرسة ولا عانتم عادكم وقنا كينا وفرة اليوم رانا في طور التحذير لمعارض وطنية يعني باش على الأقل احنا خرجنا اليوم باش نتأكد من أننا تحذيرات باش ننطلقوا في معارض جوارية لتقرب المنتج والمصنع والمطبعة من تلميذ ومن المستهلك كنا شفنا العام الماضي كان اكتضاد الكثير من المكتبات أنه مش نفهم اكتضاد ولكن هذه فرصة أنه الدول والوطن المطبعات يفتح معارض كما هذا الناس جي خير من اللي يروح يدير لاشان وممكن ما يلقاش كتاب ولكن هنا الحمد لله كل كتب شفناها من سنة أولا حتى الجامعة كان كتب ما شاء الله وبخصوص أسعار الكتب المدرسية التي لم تعرف أي ارتفاع عبر أولياء التلاميذ عن استحسانهم للمجهودات التي تقوم بها الدولة لضمان الاستقرار الدائم لسعر الكتب بالإضافة إلى سياستها المرافقة للتلاميذ المعوزين ومنحهم الكتب مجانا هو الأمر الذي يضع الأولياء غير متخوفين من هذا الجانب نعم ماما الكتب تراهم في البريد توحمت على الدولة لدارتهم في الدولة راهم بربما الكتب تزادوا موالوا بقولوا ماما نقولوا كي بتاع القراءة عندك شو لهم الكثرة اللي شوية عندك ترواز يماني متوسطة وقعدوا شوية غالية وصدت الابتداء ملاح ماما من الأسعار حتى الأسعار شفناهم أنه موكي في مكتابات تلقى الأسعار زيدة شوية ولكن هنا أرنشنا الأسعار في المتناول تلكتاب مدرسي تحضيرات مسبقة من كافة الجوانب وضعتها وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة التربية في معارض خاصة تضمن للمواطنين أسعار في متناول الجميع وتضع أي محاولات للمضاربة في هذه المستلزمات شبه منعدمة خلال الدخول المدرسية